السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمدنا من كل مكان بسعيدني دايما نبوك معي هنا على القناة وبنشكر كل الناس اللي بتدعمنا وكل الناس اللي بتقوا بجنبنا كلكم فوق دماغي وبقرأ كل الكومنتيات والله يعني كلكم جدا ناس محترمة ويعني مش عارفة اقول لكم اي والله كلكم فوق دماغي وبقرأ سعيد جدا لما لاحد بيكتب لي كومنتي اجابي وبيعمل لي لايك وبيشجعني والله انا بقرأ سعيد جدا وبدرست بكومنتكو وشكرا جزيلا لكل الناس اللي بتدعمنا موضوع النهاردة مهم موضوع هيخليك تفهم حاجات كتير اوه في رجالي الحمام خاصة لو انت مبتدئ وان شاء الله بأمر الله يعني نفككم باقي معلومة عندنا عمرنا ما نتأخرا معنا موضوع النهاردة وباختصار شديد اه في شباب كتير كلمتني قالتلي عم عمر احنا عايزين اه نعدي اخطاق كتير بتحصل معنا في الغية وعايزين نعرف حاجات كتير بتحصل معنا اه واحنا بنحس اللي احنا استعجلنا في اللي احنا عملناها او الاخطاق اللي احنا عملناها اه الخطأ ان انت ممكن اه تشتري فردة حمام وتستعجل عليه في الفرخ خاصة لو انت راجل بقى بتحب الفرخ والانتاج الحمام استعج عليه و تبيعه تبقى او من غرب ما تجربه يعني جربته مرة مرتين وحاست ان هو ما جاوبش معك رح تنمشيه وبايعه الموضوع هنا اه بيبقى في استعجال شواء بن الغاوي كل نوع انا في الاخطاق دي انا واحد منهم انا واحد منهم في حمام كتير بيعته اه مدتوش فرصته في الفرخ ما مدتوش حقه فلو انت لسه راجل داخل في مجال الفرخ وبتحب الحمام ونفسك ان انت يبقى عندك حمام كويس يبقى اول بند لازم يبقى عندك وهو الصبر لازم تصبر على الحمام اللي في ايديك او اللي تحت ايديك زي بقولت لكم في الفيديو اللي فات ما تبصش لحد ما تبصش لده عنده او ده عنده ايه بص للي معاك وحاول انك تصبر على الفرخ وعلى انتاج الحمام وعلى شغل الحمام الحمام اه والناس اللي وصلت لمستوى كوى من الحمام ما وصلت لهش من يوم وليلة قاعدت كتير عشان يبقى عندها الحمام الكويس ده الكتير دي اللي هي سنين سنين خبرة سنين تعب سنين صبر مع الحمام عشان يقدر يوصل للمستوى اللي انت بتشوفه بيه طيب اول حاجة بند ضروري ان احنا نصبر على الحمام انت جبت ضكر جربته على طيرة واثنين وثلاثة واربعة وحسيت ان هو ما جبش المستوى اللي انت عايزه ما تزهقش مطالبة هو ضكر ظاهرية اللي هيك فيه مواصفات كويسة يبقى اكيد جواه حاجات كويسة مفيش فردة حمام انت هتقلبه هتلاقي فيه دي ماركتير حلوة هيبقى جواه فاضي جواه فاضي دي لما انت كن عملت كل الحلول معاه هنا نقدر نقول الكلمة دي لكن ما نقدرش نحكم على فرد ان احنا فرقناه مرة او اتنين ان هو فاضي وان هو ما بيفرقش او جواه اه مش جواه حمام زي ما بنقول فرد حمام نقوله ايه فاضي ما بين ما بيفرقش فرد حمام مش عمران دي ما تقدرش انت تحكم على الفرد غير لما اتجرب معاه مرة واثنين وثلاثة وعشرة وتجربه على طيرة واثنين وثلاثة واربعة هنا العملية محتاجة صبر فانت هنا كراجل بتفرق وعايز توصل لحام كويس اصبروا عالدكر واصبروا عالنتي لنتي اديها دكورة ملقمة الدكر دي له انتها ملقمة علشان تلاقي انتك كويس ايه بقى قصة الشنطة السحرية وايه قصة ان ممكن فرد يعمل غية اه فيه ناس بتفتكر ان الكلام ده فيه مبالغات لا او ممكن فرد او قص يعملولك غية انت اشتريت دكر واشتريت نتاها وحطيتهم على بعض دكر من الشرق وان تعمل غرب وسبحان الله جيناتهم رجبت مع بعض الحمام زي ما بنقول كده ايه رزع وبدأ سبحان الله كل فرق يديك شكل غير التاني وحام في الطالع مش في النازل هنا احنا بنقول بلغة الحمام الحمام ده ركب على بعضه الحمام ده دمه قبل بعضه الحمام ده بقى فيه تماثل في الجينات وبقى يقابل بقى يقابلك بينه حمام كويس هنا الحمام ده ما تفكوش القص لا انت ما تفكوش افضل تسيبه لحد ده ما بص لحد ما بنقول كده ايه احلب القص جيب كل اللي في جوفه هنا ده دي 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 حتة اللي احنا بنقول لك ايه اقدم قص او فرد عمل لغية هو بالفعل هي المثل ده او حتة دي بتتقلع على 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 الحتة دي انك فرد او قص عملولك بنولك حمام غية الحمام جميلة زي ما قلت لك وبقولها لك للمرة الالف غية الحمام جميلة بس عايزة منك شغل عايزة منك سعي عايزة منك ان انت ما تروحش لللي طالع موضة ما شوفش نوع معين طالع موضة فجرة عليه وانا ما عنديش اي معلومات عنه لو انا مبتدئ او ما اعرفش اللي انا هجيبه ده هيقدمني ولا هياخرني ابن لنفسك كمية كبيرة من المعلومات ابن لنفسك وابن لنفسك خبرة قلب حمام كتير في ايدك قلب حمام كتير اطلع عند ناس متفرج وما تشتريش اطلع عند ناس ناس محترمة تقدر تستقبلك يخلوهم يفرجوك حمام ققد مع ناس غوية على قهوة واستمع بس ما تعلقش كل ده يعلمك ويزيدك خبرات اه المتسببين او التجار الحمام بيبقوا منانصح الغواة ويبقوا من الغواة اللي عندها خبرة كويسة او في الحمام ازا كان في تقليب الحمام او باقي الحمام ليه احنا بنقول انهم عندهم خبرة عشان الناس دي قلبت حمام كتير الناس دي شافت حمام كتير الناس دي احتكت بغواي كتير فكل ده زادهم خبرة فnold ده زادهم وعي فانت حاول يكون عندك المعرفة بالحمام ممكن فردي يقب لك غاية زي ما قلت لك ممكن فردي يقب لك غاية ويعمل لك اللي انت بشوفته اوش. الغية مش فلوس بس الغية مش فلوس بس الغية عايزة زكاء عايزة صبر عايزة flourish لكن 가장 ر glue المائطه ليش لوحده كافي لازم بقى بني ادم ذكي بقى بني ادم بصبر على اللي في ايدي وعارف ايمة اللي معايا عشان دي مهمة اوي طول ما انت عارف ايمة اللي انت بتغواها هتقدر تتقدم وتطلع خطوة ستيب باي ستيب هتوصل لان انت عايزه لكن طول ما انت مستعجل وبتبص لغيرك وشايف غيرك هتفضل متعلق بغيرك ومش هتوصل باللي انت عايز توصله معلومة برضا كأولالك معلومة مفيدة جدا واتفيدك جدا في غية الحمام غية الحمام هتعلمك حاجة كتير في حياتك يعني وانت قاعد كده في سلكتك وبتتفرج على الحمام وامتبع الحمام هتلاقي الدكر الحنين هتلاقي الدكر اللي بيغير على نتيته هتلاقي الدكر الغبي هتلاقي الحمام اللي يعني ايه ما عندوش خير في ولاده ممكن يسيب عياله كده اوه ويروح هو يدور على تيرة تانية يفضل اجر عليه وعايز يسكه وسيب عياله وسيب نتيته الحمام بيعلمك حاجة كتير في حياتك لو انت اا يعني ركزت معايا سبحان الله اللي بيحب حاجة وبيخلص لها وبيحاول ان هو يفهم فيها كل حاجة بيقابل كده حاجات في سلكتك الحمام بتعلمه حاجات في الحياة او قريبة بحياتنا احنا كبشر يعني فالغية فيها حاجة كتير حلوة ركز اا 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 يعني حاول النوع اللي انت دخلت فيه تتشطر فيه حاول ان انت توصل فيه حاول ان انت يبقى عندك صبر فيه ما تلاقيش الحمام اللي طالق موضة وتجري وراه في حاجة اقول لك في الموضوع ده عشان نبقى قفلناه انت ممكن تمشي عكس الغواة ممكن تشوف الحمام اللي محدش بيهتم ليه انت تهتم ليه لو لو انت مثلا ربيت بقى نفسجي حمام بقى ليل حمام بقى الحلو فيه ليل ربيت ابلا احمر حمام بقى الحلو فيه ليل ربيت تلوين عمر كول ربيت كده حمام اللي هو ايه يعني حاسس ان ان الغواة بقى شبه اا قليلة فيه يعني مش موتم بيه زي الصوف زي اللي شربونه زي اللي بلق لسوم حمام ده اللي طوعدت سنة وسنة وتلاتة ملكز فيه وعملت خبرة فيه كويس او اشتغلت فيه كويس انت ممكن يعني تتشهر وتبقى ترند في الغية عن غواية تانية كتير عشان انت مشيت عكس الطيار مشيت في حتة حلوة جبت نوع وصلته تانية لغاية الحمام خليته منتشر خليت فيه خمات كتير حلوة بفرخك وشغلك معاه وفي نفس الوقت اتعرفت بيه ده فولندا عنده منافسجي جامد اوي ده فولندا عنده اقوى الغزار جامد اوي ده فولندا عنده مش عارف احمر غزار شكل عامل ازاي اتعرفت بلون ما كانش الغوا يعني مديها اهتمام ما تمشيش مع الهيصة ما تمشيش مع الموجة الغية مش فلوس بس غية الحمام مش فلوس بس كده كده الفلوس جاية جاية طوالما انت اشتغلت وتعبت وعملت مجموعة كويسة من الحمام كل الناس اللي بتفهم في الحمام معارفة ايمة الحمام ده هيجو لك واي رقم انت هتطلبه هيشتروا بالحمام طالما هم عارفين ايمته محدش بيدفع رقم في الحمام غير لما يكون عارف ايم يتفرض الحمام الا ان الناس اللي بتبقى خبرتها ليلة ودي اغلبيتهم بتدهك عليهم لكن طول ما انت غو ونصح وفاهم معارف ايمة اللي بتشتريه فانت كده اه هتتقدم حتى لو انت شريغ غالي اه اتمنى يكون يا رقم انت سالة اللي انا حابب اوصلها لحضراتكم موسلت واتمنى يكون تعبنا ما بيرحش على الفادي والناس بتعمل بالكلام اللي احنا بنقوله الكلام اللي انا بقول لك ده كلام مهم وكلام اولله لعزم خبرة سنين مش خبرة ابو الهالك كده اه كلام كوبي بيست حوو طالعين نقوله واخدينهم احدوا طالعين نقوله احنا الحاجات اللي احنا بنمر بها مع الحمام وبنشتغل بها مع الحمام بننقلها لحضراتكم عشان تستفيدوا. احنا عايزينكم تبقى احسن مننا. انا عايزين لغاية تبقى حلوة. مش عايزين يبقى. مثلا فلان بس او انا مثل اللي عندي نوع معين جامد. لا انا عايز الناس كلها عندها حعم كويس. اه بنشكر كل الناس اللي بتدعمنا والله بجد. اه وتمنى هتفضلوا كده مدعملنا. افرحت جدا لكم منتجكم. بنشكر الكل الناس من كل محافظة من كل مكان. ويكتبوا لنا تعليق كويس واجابي. وان شاء الله بامر اللي هنفضل متقدمين معكم. وان شاء الله في فيديوان جاية هتعجبكم او في مجالات مختلفة. وفي هوايات مختلفة. وهتشوفهم مفاجآت اليام اللي جاية. ونسألكم الدعاء. وشكرا جزيرا لحضراتكم. نشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.